أدل المرشح الرئاسي الروسي ورئيس الدولة الحالي فلاديمير بوتين الجمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 عبر التصويت الإلكتروني وحسب وكالة سبوتنيك للأنباء استخدم بوتين هذه الطريقة للإدلاء بصوته في مناسبات عدة على مدى السنوات القليلة الماضية وكان الرئيس الروسي يشارك عن بعد في يوم التصويت الموحد في الانتخابات التشريعية بالبلاد اشتركوا في القناة